اهلا بكم في الدرس الثالث من برنامج درس موسيقى النهاردة هنتعرف على النغمات والأصوات وازاي بنكون السلام الموسيقية وازاي بنستخدمها على الآلات المختلفة وعلاقته ايه بالعود بالنسبة للعود هنعرف اسماء الأوطار واسماء الخنات وهنشتغل عليها ازاي خلوكم معنا زي ما احنا عارفين ان النغمات هي الأصوات اللي بتطلع من اي آلة سواء لو آلات وطرية بتطلع عن طريقة ضرب بالريش على الوطر او بالايد او الآلات النفخ زي الني والساكسفون والكلارنت هو تردد صوت ليه قوة معينة وليه نبرة معينة بتختلف من آلة الآلة تانية لكن طبعا المفروض يكون فيه قوانين متفق عليها من ناحية النغمات من ناحية اسماءها استخدامها ازاي افرق بين نغمة ونغمة ازاي اتعلم اكون سلم من مجموعة النغمات او الاسوات اللي انا حددتها اللي هي الخامات اللي هشتغل بيها في النقطة دي قسمني النغمات او الاسوات الى ترددات يعني فيه نغمة كاملة 100% واحد صحيح وفيه نص نغمة 50% وفيه ربع نغمة 25% وفيه 8 نغمة فبالتالي استخدام النغمة الكاملة هيكون مختلف عن النص نغمة عن نص النص اللي هو الربع عن التمت اللي حكناها ده طبعا من ناحية قوة النغمات اللي هو نغمة كاملة ونص نغمة وربع نغمة وتمن نغمة اما من ناحية الاسماء فالاسماء النغمات الكاملة هم 8 اصوات او 8 نغمات كل واحدة لها اسم او لها مصطلح خاص بيها فهم اسمهم دو ري مي فا سول لا سي دو الدول الاخيرة هي هي الدول الاولى من ناحية تكرار السلم او ان انا انتقل او اروح لسلم مختلف سلم جديد بنفس النغمات بس بطبقة صوت مختلفة وهنا يظهر سؤال هو انه ليه ما استخدمش بس النغمات الكاملة اللي هي دو ري مي فا سول لا سي دو وليه ما استخدم النص نغمة والربع نغمة والتمن نغمة الفكرة انه لازم يكون فيه اختلاف في ترددات الاسوات عشان اقدر اوصل بالموسيقى لموسيقى حزينة موسيقى فرايحي موسيقى تأملي موسيقى طربي كمان موسيقى بتختلف من بلد لبلد او من ثقافة لثقافة يعني مثلا لو شوفنا هلاء ان الموسيقى العربية مختلف عن الموسيقى الغربية مختلف عن الموسيقى الصينية عن الموسيقى الهندية وهكذا فترددات الصوت هي اللي بتعمل الاختلاف ده او بتوصلنا للملامح دي كمان النغمات الكاملة او النغمات الطبيعية بنسميها بيكار او ناتوريل يعني لو قلت مثلا كلمة سول لو قلت سول بيكار او سول ناتوريل معناها انها نغمة 100% كاملة لكن النص نغمة من ناحية الاسم لو هو نص نغمة مضاف نص تردد بيزيد في الحالة دي بسميه ديز لو نص نغمة بيتحزف بيتحاش من الواحد صحيح او 100% في الحالة دي بنسميه بيمول يعني لو عندنا نغمة سول بيكار دي معناها 100% لو عندنا سول ديز معناها سول مضاف اليها نص يعني 150% سول ونص لو سميناها سول بيمول في الحالة دي معناها 50% من السول او نص السول او سول محزوف منها نص وعشان يكون الموضوع واضح وسهل هنقسم الاسوات الى لصوت كامل نص صوت ربع صوت ثمن صوت وهكذا الصوت الكامل بنسميه بيكار لو ضفنا نص عليه النص اللي بتضاف اسمه ديز لو حزفنا نص منه النص اللي بيحزف بنسميه بيمول اما ربع النغمة بنسميه نصف بيمول نص بيمول يعني البيمول اللي هو نص نغمة النص المحزوف فبالتالي لما اقول نص نص يعني ربع نغمة محزوف فلو عندي صول بيكار معناها صول كامل مية في المية لو قلت صول نص في بيمول معناها انها بيت 75% من الصول يعني صول الا ربع نغمة فيما يخص العود اول حاجة هنعرفها اسماء الاوطار كلنا عارفين ان الاعواد التعليمية او الاحترافية بيكون فيها 6 اوطار لكن 6 اوطار مختلفين من العود لنوع تاني او من بلد لبلد ففي اوطار بتبدأ من الفا وتنتهي بالفا بيكون ترتيبهم من فوق لتحت فا لا ري صل دو فا في نظام تاني برضو للعود العربي او الدزان العربي شد الاوطار بطريقة مختلفة وده بيكون الاوطار بتاعتهم مختلفة بتبدأ وتنتهي بالدو يعني دو فا لا ري صل دو كمان مش بس كده الزبط بيختلف من زبط العود التركي النظام التركي زبط فيه ناس بتشد الوطر الاول في العود العربي فا ناس بتشدوا صل ناس بتشدوا مي حسب الاستخدام وحسب طريقة التعامل مع القالة في الدروس الجاية هنتعامل مع الاصوات والنغمات بشكل عملي وهنعرف ازاي هنستخدمها وازاي هنتعرف على الملامح بتاعتها ملامح النغمة الكاملة والنص والترددات وما الى ذلك وهتلاقوا في اخر الدرس صورة نازل فيها العلامات اللي هي علامات التحويل النص والربع والوحد ونص اللي هي هنستخدمها في الشرح النظري او الشرح العملي ونتمنى تكونوا استفدتم من الدرس واستنونا في تمرين جديدة وفي معلومات جديدة مع درس الموسيقى على الفيسبوك موسيقى